الوراقة من الموضوعات المستحدثة التي حدثت في الاقتصاد السوداني في السنوات الأخيرة الأمر هذا أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة جداً بالاقتصاد السوداني وإلحاق أضرار بصمعة المصدرين السودانيين وكذلك السلع الصادر السودانية عملية الوراقة هي أصاصاً بتتلخص في أن أصحاب سجلات الصادر يقوموا بتأجير هذه السجلات لأفراد وغالباً يكونوا من الأجانب على الأخص من الهنود ومن السوريين وهؤلاء الناس يستخدموا هذه السجلات ويصدروا الصادرات السودانية الدولارية الشاهد أن ما في عائد بيرجع لبنك السودان والأصماء هذه طبعاً ما تكون معروفة لبنك السودان وبالتالي عائداتنا بتظل في الخارج بدون مقابل كأنهم اشتروا بالنقضة المحلة وما عادوا النقضة الأجنبي إلى خزينة بانك السودان وفي ذلك طبعاً ضرر كبير جداً على الاقتصاد السودان الحاجة التهنية هذه العملية عملية تأجير السجلات يؤدي إلى تهرم الناس من الضرائب ومن الرسوم الحكومية المختلفة وذلك بالتأكيد يعني أصر سلبي جداً على الإرادات العامة للدولة المشكلة الأصاسية أن ما في قانون بيحمي أو بيمنع تأجير السجلات استغلوا هذه الصارة في القانون وقاموا بعملية التوريق الأعمال تأجير السجلات وما يترطب على ذلك من أعصار سلبية وزارة التجارة من نفسها يعني ما قامت بالتحقق من هوية كل المستوردين بكل أصف يعني فكان مفروض من جانبهم أنهم يتشددوا في هذه المسألة ولا يسمحوا لغير حامل السجل شخصياً هو اللي يتعامل بهذه السجلات ولا يسمح لغيره باستخدام هذه السجلات لكن لتهاون أو يعني عدم احتمام كبير من جانب وظافة التجارة الناس استمروا هذه الحالة وربما كثيرين منهم فضلوا التعامل بهذه الطريقة تفادياً لتعقيدات كثيرة حصلت في الاقتصاد السوداني في الآونة الأخيرة الناس الوعين شوية الشعر بالمضرة بتاعت البلد سواء من جانب المصارف اللي هي مفروض يعني تستقبل النقد الأجنبي أو من جانب اتحادات المصدرين فعملوا على أصاص إنشاء مركز ألكتروني للعمليات الصادق في المركز الألكتروني طبعاً يعني كل البيانات بتاعت المصدر وصاحب السجل بتظهر وإنه هو اليقوم بهذه العملية وليس غيره فأنشأوا لهذه الحاجة له بل المركز الألكتروني هذا لضبط العمليات بتاعت الصادق والمحافظة على سمعة المصدرين السودانيين هذا المركز حيكون مربوط بكل الجهات الحكومية الأخرى ذات المصلحة يعني بالجمالك بالضرائب بوزارة التجارة بالميناء بكل الجهات ذات الصلة بعملية الصادر فالمركز الألكتروني لحيكون رابط بين هذه المعلومات بتتبادل بينها وبالتالي يتفادوا عيوب نظام الوراقة وبالتالي يحافظوا على سمعة السودان ويحافظوا على حقوق السودان من العملات الأجنبية ومن النقد الأجنبي إن العيدات بتاعتنا تعود إلى خزينتنا مرة ثانية ثاني شيء يحفظوا حقوق الوحدات الحكومية الأخرى يعني الضرائب بتجد المعلومات بتاعتها الموجبة بتربط الضرائب على المصدرين كذلك سلطات الجمالك بتجد المعلومات الكافية التي تربط بينها وأصلا فيه طبعا ربط ألكتروني بين الضرائب وبين الجمالك بنظام معين كده متعرف عليهم ونظام عالمي دولي بربط بين الانتين أصلا ده موجود بوضافة اليوم المركز الجليل بتاعتها المصدرين كذلك المعلومات بتتوفر لبنك السودان ولوزارة التجارة عن هذا النشاط من خلال المركز الألكتروني للمصدرين وبالتالي يعني دي الوسيلة الوصل لها الناس للحفاظ على حقوق السودان وللحفاظ على صمعة المصدرين السودانيين عملية التوريق أصلا قاموا بها أجانب زي ما ذكرنا وبالتالي الأجانب ما عندهم التزامات حول الخزينة العامة بتاعتنا لا عندهم سجلات ضرائب لا عندهم سجلات جمارك لا عندهم سجلات في وزارة التجارة وبالتالي كثير من مصالحنا ومن حقوقنا ومن سمعتنا بتضيع على يد هؤلاء الناس ومن العيوب الكثيرة جدا نحن في بلادنا يعني بناستقبل الأجانب تحت لافتات كثيرة جدا من ضمنهم يقول في شكل مستثمرين ولكن بكل أسف يعني قوانينا ونظمنا ما بتضبط علاقة هؤلاء الناس بالعمل العام أو بالاستثمار في بلادنا وبالتالي بيستغلوا صغراتنا ويرتكبوا مثل هذه المخالفات اللي بتؤدي إلى الأضرار بيننا نحن فالواجب في هذه الحالة أن ما في أجنبي يدخل السودان أو يقيم إلا إذا كان نشاطه محدد ومعروف ومرصود بالنسبة للسلطات المختلفة في بلادنا يعني سلطات وزارة التجارة، سلطات وزارة المالية، سلطات جهاز الاستثمار سلطات الجمالك، سلطات الضرائب لكلها مفروض تكون على علم بأي أجنبي موجود في البلد وطبيع النشاطه وممارساته اللي هو موجودة تفادياً لأي أضرار ممكن يلحق بينا وبلادنا في حاجة إلى قوانين كثيرة جداً تساند العملية الاقتصادية بتاعتنا بدون قوانين وبدون لوائح وبدون نظم ما ممكن نحن ندير اقتصاد بتاعنا وبالتالي نحصل على عائدات وفوائد المنتجات بتاعنا سلعنا بتصدر إلى أسواق خارجية وما بنستفيد منها الاستفادة المطلوبة ولا حتى بلاسترد التكلفة اللي نحن صرفناها في إنتاج هذه السلعة فمن هنا بنقول أن قوانين الإقامة بتاعتنا الزاتة وفروض تكون قوانين محددة وترصد وتحدد أنشطت هؤلاء الناس بدلاً إنهم يكونوا بدلاً من يكونوا هما إضافة للاقتصاد السعوداني بنلقاهم خاصاً على الاقتصاد بتاعنا وكمان يعني إلحاق أضرار بالاقتصاد بتاعنا فهؤلاء الأصحاب العمل بنظام السجل والتوريد محتاجين لضبط من كافة الأجهزة بتاعت الدولة بتاعتنا على الأساس نحن نحقق من وجود الفايدة الإضافية وليس ولا نسمح لهم بأنهم يكونوا خاصماً على نشاطنا الاقتصاد